استقبل وزير البترول طارق الملة وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياد والوافد المرافق له الذي يزور القاهرة وقام الجانبين خلال اللقاء ببحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان والذي شهدت توفقا على معظم بنود الاتفاقية هذا ويجرح حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيقة كما شهد اللقاء أيضا التنصيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات وكذلك التنصيق مع الأشقاء في الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما وأكد الملة على التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق وتأكيدات الرئيس السيسي على مساندة مصر لإشقائها اللبنانيين وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاما مصريا في حل مشكلة الطاقة بلبنان